من الجامعات المصرية خرج دائما إلى العمل العام مفكرون وعلماء أفضل يمتلكون العلم والرؤية والإبداع مع المفكر الاقتصادي الكبير الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الدولي الأسبق اتكلمت على الاستثمار وقلت أنه يحتاج إلى نوع من التحديث إيه مواطن الضعف في هذه الحالة بالنسبة لنا؟ عندنا حالية بيعي ما فيش حد بيطلع النهاردة في تلفزيون أجنبي ويقول تعالوا بلدي لأن أنا بطلع رخصة في عشرين يوم لماذا ندفع الدرائب؟ المقالة دي الحقيقة زعلت مني ناس كتير قوي من حقنا مطالب بحقوقنا من الدولة لكن ما نوقفش دفع الضريب عرضها لو كل واحد ابتدى يقول ما أنا ما باخدش من الدولة مش هدفع الضريبة ده تبقى فوضى ما حصلتش تخرج الدولة لابد أن يسبقوا نوع من أنواع الدراسة الاقتصادية زي ما ملكية الدولة بالكامل فكرة خيالية كمال خروج الدولة بالكامل فكرة خيالية مش من أنصار خروج الدولة من الاقتصاد مطلقة كيف ترى الحوار الوطني حاليا؟ أنا من أشد مؤيدي عقد الحوار مفيش مؤتمر حينتهي بحل مشاكل مصر عما نمر به مع العالم من أزمة اقتصادية صعبة بسبب تدعيات الحرب الطحنة في أوروبا عن الرأي والرأي الآخر الرؤى والأفكار وسبل العبور إلى المستقبل حوار جديد في حديث العرب من مصر غاداً السابع مساءً على قناة مصر الأولى